أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلل اليوم الحلقة خاصة من شاعرين الجزء الأول راح يكون لشاعر المبدع نورس البهارلي حياك الله حياك الله استعادة علي الله يسلمك ويحوضك إن شاء الله شخ بارك الله يحوضك ويسلمك إن شاء الله طيب لا الحمد لله شعر البصرة بخير البصرة عصاك بخير الله يسلمك أنت شلونك على المستوى الشخصي الحمد لله نعمة زين نعمة شلون الشعر وياك والله الشعر هو كله ألم ووجع صدق بالله والله يعني هذا الألم والوجع ما تقدر تخلى عنه لا ما تقدر تخلى عنه تحبه مو ايه طبعا هو يخليك تكتب نورس بصراحة أحس وأشعر بالذنب أنه أنت اليوم يا الله حلقتك والله أبو الأكبر تشوف أنت هذا صحيح لا أنت أريد أعرف رأيك رأيك هو الصحيح لأن أنا ذيك الفترة كان عنده مال كلش قوان وهاي الفترة جدية إن شاء الله يا الله تشوف الدعوة متأخرة يعني مو فقط بهذا البرنامج عموم البرامج التلفزيونية تشوف الدعوة متأخرة والله أنا ما أقول الصوت بهم الصوت أنا أحمل النفسي ها والله أنت صاحب الذنب اي صاحب الذنب أنا كبير صريق والله والله هذا السؤال اللي كلاسيك نسئلة يعني للناس اللي مو دائما يضغرون على الشاشة البداية الفعلية للقصيدة البداية الفعلية للقصيدة سنة 2011-2012 ها يعني القصيدة موزونة وتقرأ على منصة كان ايه قصيدة كان جيد حسب اللي عرفه أنه أنت اشتركت ببرامج اشتركت ببهواي مسابقات اريد أسوله في سالفه يعني لربما أنه غيري ما يحب يسوله في هاي سالفه هي لسيد المشاهد يوم لأيام كنا مشتركين ببرنامج هذا البرنامج أعتقد اسمه شاعر العراق وكان نورة البهد اللي ويانا فمن ضمن حلقة من عفو بارت من البارتات أنه يظن جناس ما لوبوذية وحنا نكمل علي وبوذية ارتجال لمدة دقيقة وحدة فشايفين هدوء ستوديو هدوء تام وانت يعني حتى لو صديقك بس تحب تتنافس من باب المنافسة الشريفة فأنا بعدني الشطرة بيان ما مكملة بيان ما بعدني ما مكملة ونورة استرك القلم هاي لحظة التماس بين القلم والطاولة سدبت لي أرباك جدا باعتبار أنه هو خلص قبلي فمن باب أنه موتر ويجلاكي وقع حال أنا كل شاهد شارك وحبك إنسان مؤذب مثل إنسان مثل علم منصور يذكر ليه وهاي من صفات الشاعر الفارس الشجاء الله يسمى معك ويخليك خلينا نبدي حلقتنا الأشياء اللي اللي تشتكي من عندها على المستوى الشخصي والله أنا ما أشتكي من شخص فإذا أريد أشتكي أشتكي من قلبي هلا أبو الأكبر يعني ما الهداعي أنه الطيب يتجازب الغدر والخيانة الله يا قلبي إيو الله يا قلبي يا قلبي ضيمك علي والغيرة حنيتك الله يا قلبي ضيمك علي والغيرة حنيتك بقتك مكانك غلط كون بمكان أصبعو كل ساعة ضيئة حنيتك بقتك مكانك غلط كون بمكان اصبعه كل ساعة عضيتك الله انت وقود الجسم بي لحظة بيك احترك شمتاني ما حاولت من صدر دبيتك انا الحديد ولنت يا قلب قد ما تدق جواي خليتك الله على اقل مننا انطعن مننا انطعن وقف الدم لا تضخ تانين ضمد الجرح كم مرة وصيتك على اقل مننا انطعن تانين ضمد الجرح كم مرة وصيتك شما زاد طيبك عليك ما رجع احد بعد لي قل لي رايد قلب شاشلتك انطيتك الله شما زاد طيبك عليك ما رجع احد بعد لي قل لي رايد قلب شاشلتك انطيتك وتهزن وقت العشق عاجر تهزب مهد وتستقر تاليتك ويدت الها وانتدق لو ما تبطل تحن جواها حطيتك مجدود بيه امتظر مجدود بيه امتظر لوح الضفيرة بشعر تمثال اسهل الو لا انت حليتك مجدود بيه امتظر لوح الضفيرة بشعر تمثال اسهل الو لا انت حليتك موسم الحج وخلص موسم الحج انزع احرامك بعد ولبس سوادي الحقد لا تكشخ بنيتك موسم الحج وخلص انزع احرامك بعد ولبس سوادي الحقد لا تكشخ بنيتك مخلوق وانت بقفص الكاتن منك شفت بالسجن حريتك يا قلب الضيمك علي والغيره حنيتك موسم الحج موسم الحج وخلص انزع احرامك بعد ولبس سوادي الحقد لا تكشخ بنيتك الله 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 شلونها مشاركتك بالمهرجانات بالمنتديات اليوم شنو تحس انه المنتديات في الجو صحي مو كل الاماكن اقول اكبر انا اكثر تصورت بصورة عامة بصورة عامة نحن بصورة عامة لو شخصيا انا كقبولي للدعوات لا لا بصورة عامة انت شلون تشوف المنتديات فتشغلة ايجابية طبعا شغلة ايجابية للشاعر الاحتكاك شيء ايجابي للشاعر يولد عدة روح المنافسة نعم والمنافسة بحذ ذاتها تتولد طاقات جديدة عند الانسان لطيف من اهم الاماكن الي قريت بيها وشان حضورك يعني رائع بيها انا مقلب بالدعوات ابو الاكبر اه يعني ما تتقبل دعواته انا با برأيي انه مو كل مهرجان هو بمنفعة الشاعر جميل اكو مهرجان يأثر على الشاعر اكثر مما ينفعه حلو خلينا ناخد قصيدة قصيدة تقول ما ايست منك المن لا احد الاصدقاء للبعيد ما ايست منك بس خذان الغيض داريت دم تحض عليه شذر الله ومن حسياتي ديه يلوحن العنقوت الجذر داريته حتى تطول الشجر نعم الله 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 من حسياتي ديه يلوحن العنقوت الجذر داريته حتى تطول الشجر شمس تنطي السرابه ومنه تاخذ ماي بس من ذمة العطشان ما تبر والمجروح تشفه شوفه قبل الضوك يحسب ملوحة الموجود بالسفرة نعم وقيت لك هاي باتر ثمرة ما تنطيك من كانت بعده بايدك البذرة وقيت لك ما يروح الاثر ليلة بيوم ما ايست وانا الهسة منتظرة وصار سنين ما رايح زراق الماي والغرقان يرفع تشفه ويسطر الله عليك الله عليك شكرا لك شكرا لك نكمل بس ناخذ فاصل ان شاء الله احبتنا فاصل وانا اعود اليكم احبتنا عدنا وياكم حيا الله نوراس ان شاء الله دومنا وراس الله يسلمك ايو الله صفه واسم ان شاء الله الله يعزك ويسلمك هذا التعب من الحبيبة ابو الاكبر وين الحبيب ها قاضيته نعم الحبيب لا والله فراق ايه ضحيلي حتى نجبر كل عمر ضحيلك كافا نخوض الحرب وانتع لنا وما اكتظر منتك ادعشيلك كافا نخوض الحرب وانتع لنا وما اكتظر منتك ادعشيلك ماك اختلاف وفرق بيناتنا على السهر خاطر تعز ليلك من البداية من البداية ارحم والديك ضحيلي حتى نجبر كل عمر ضحيلي كافا نخوض الحرب وانتع لنا وما اكتظر منتك ادعشيلك ماك اختلاف وفرق بيناتنا على السهر خاطر تعز ليلك حملك تقيل بثقين دمع الشرف عجفينك الله يا غير الشيلك سير علي واعتذر ميزة بمضي في القصر ما يرج بيه الصدش ما تحتي صغيرك الله الله سير علي واعتذر كبير والله كبير الله يسلمكم ولكم ردتك كبير سير علي واعتذر ميزة بمضي في القصر ما يرج بيه الصدش ما تحتي صغيرك وسرلك تشفوفة عبن والبير ما بيخصر ما تشوفه يومي لك الله والمغربية الشمس تشبه نواي الحرب و المغربية الشمس تشبه نوايا الحرب إش ما سلمت سلمت روحك شعد دينا و المغربية الشمس تشبه نوايا الحرب إش ما سلمت سلمت روحك شعد دينا منطينا وحدة لتن نخلك حطب صار لي و نخلنا يفيينك عثرة بطريق شفت أرخص نواع الحجر بس لا تماثي لك عثرة بطريق شفت أرخص نواع الحجر بس لا تماثي لك من شيء بحك تتشفن خاطر شبابك يظل يلجي لمن جي لك الله 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 من شيء بحك تتشفن خاطر شبابك يظل يلجي لمن جي لك لنقل لحب الحرب لنقل لحب السلم و انت الجبت للحرب بطل مواوينك يا ويلي منك لأن ما قلت لك أنا قبل من عندي يا ويليك كل هذا بس ما جزت ضحيلة حتى نجبر كل عمر ضحيلة نصيحة والله نصيحة جاي نصحك يا مسلم الله يا نورس الله يسلمك الله يعزك شكرا والله شكرا والله شكرا من قلبي بالله الكريم شعر إي جنن و أخلاق جنن شكرا لهاي الطاقات العظيمة الله يسلمك بالأكبر الله يسلمك نورس شنو شغلك أنا مجاري الديكورات يعني بسرعة جميل جميل يعني صاحب ذوق شغلك يم من ذوق شغلك يم من ذوق صدق سؤال يعني شوية بعيد على الموضوع وشوية قريب على الموضوع أكو مرات العمل يخدم بالقصيدة؟ أبو الأكبر هو العدة ذوق عدة ذوق بكل المجالات أها والما عنده ذوق أيضا ما عنده ذوق بكل المجال كل المجالات يعني هست مرات مصادف يا أخي أنا عندي ذوق بس مرات بس مرات أختار ناس يعني أراجع نفسي يقول شنة ما عندي ذوق لا لا أهم عندك ذوق عندك ذوق بس هي الناس ما تعرف المقابلك ما يرى ها ولا لا تلوم نفسك خلينا نسمع نسمع قصيدة قصيدة أبو الأكبر فديوم قاعد بالي لنا وجاني اتصال على مواقع التواصل الاجتماعي فجاوبت على الاتصال فطلعت ابنية يعني من الماسنجر أو الإستجرام من الماسنجر جيد فطلعت ابنية بس هاي البنية منهارة يعني كلش بالبتش قلت لي بهاي العبارة قلت لي انت مشاعر قلت لي ايه ايه قالت أنا زوجي تنتشك بي خوني بس هسا تأكدت ما عنده خايني الله وانا ما اخذته عن علاقة حب فاذا تريد تخفف عن وجعي تكتب له قصيدة عن هذا الموضوع فالأكبر مرات احنا نكتب الأوجاع حتى نخفف عن أوجاع الناس الله 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 فالقصيدة تقول شن تظن بليلة كتبتها يعني القصيدة بنفس اللحظة بنفس اللحظة لطيف تقول شن تظن بس تأكدت مو ظن شن تظن بس تأكدت مو ظن وعضيت صبع الملتخدت الحن يلتشلت بس تحظن رايد وتنام شو تبتعد وانا لقم وتقدم قلت لك اخذ حتي وخذت حتي الغير وشوف النتيجة الياء وضع وصلنا الله للنار تدفعني احترق ما همك وانا شتحيله وادفعك للجنة الله 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 للنار تدفعني احترق ما همك وانا شتحيله وادفعك للجنة تدري البياض البيل قلب قال ويروح والشعرة شعرة برأسه ظلية عنه تدري البياض البيل قلب قام ويروح شيئبي والشعرة شعرة برأسه ظلية عنه جابه لدمعاتك وبيهه نشكيت قل له لي هن وقلت لا مو هنه تاقّل عليه وسهك وخف على الحيطان مو شايل سورناك ترا يفط رن الله تاقّل علي وسهك وخف على الحيطان مو شايل صور لك ترى يفترن وبلغ زلوفك لا تضن بي يتعين راكد هواي وهن لي حركن من يعرض فراشك علي تالي الليل من كل مكان تكرني تطلع ولي الله الله عليكم لكم هاي القصيدة أخذها من عندي أهواء راح تشتغل الله يسلمك ويازك أهواء راح الناس تحبها الله يسلمك هذا الإنسان اللي إن شاء الله ما قخ يعني إن شاء الله بس هو واقع الحال إنه هواي راح ترسل إن شاء الله هواي راح ترسل صالف لي أمنيتك الشعرية بس بدون جوابات دبلوماسية بدون جوابات دبلوماسية ما عدي جوابات دبلوماسية زيت تمام مثل أمنيت كل شعر وهي مراتك وشعراء إنه شي سوي كل شعر أو كل فنان يطمح أنه يوصل رسالتها للناس كله لطيف أمنيتك الشخصية أمنيت الشخصية هكو ناس تعبوا وياي أمنيت أجازهم على هذا التعب الله وجاي أحاول قدر الإمكان إنه أجازهم من أهلك من أصدقائك والدي ووالدي الله يحفظهم إن شاء الله الله يسلمك إن شاء الله والسلام أمانة يقولون وصل سلامنا لهم مع المحبة الله يسلمك يوصل إن شاء الله أيو الله وصل سلامنا مع المحبة للأمانة كنت فارس الله يسلمك أبو أكبر فارس جداً أهنيك وأهني روحي لأنه عن استضافيتها الشخصية هذا أنصافك يدل على أنك فارس شجاع الله يسلمك الله يخليك الله يسلمك نختم نختم أبو الأكبر أكو ناس يعتبرون إنهم أصحاب فضل علي بس هم أكثر ناس اللي يمتعبين وسبب دماري الله وكل ما يقعدون يبينون للناس أنهم هم أصحاب الفضل علي لكن الواقع غير الواقع غير يا حمود شي للغلق جدرك طفت نارة خنشوف زادك شنو أربع سنين انقضت والحضرة ما مستوم تاني خطارة يا حمود شي للغلق الله جدرك طفت نارة خنشوف زادك شنو أربع سنين انقضت والحضرة ما مستوم تاني خطارة فاح الغدر بتجدر ونكشف تسرار الله فاح الغدر بتجدر الله ونكشف تسرار ومن باب عندك كرم تذبح غنم للغنم للدخل دارة غصب وتقل لي لا دارة معلأسف من باب عندك كرم تذبح غنم للغنم للدخل دارة غصب وتقل لي لا دارة افتهم ما تفتهم ما تفتهم يجل السامع افتهم ما تفتهم لو حطك بصفجة هتحدى يطلع الفرق ويميز احماره الله افتهم ما تفتهم والله جاي اصفق لك مو مجامل الله يسلمك الله يشهد الله علي مو مجامل الله يسلمكم ما تحاولت مارد الدم ينسفك ما تتفذى تشتعل زامي اللجل الحرق تتحزم الكارة ومرضي يتتاخذ هوه فاتح وبصدر الفتح يشبه الخنارة والحر يظل عمره حر الحر يظل عمره حر ما ينطح الجو عدر وقت المزامه تبرد بجناحه من الكارة الله 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 لصف والحر يظل عمره حر ما ينطح الجو عدر وقت المزامه تبرد بجناحه من الكارة وحطابك شق الصلف مجس شاف شجرة هلي ياكل ثمرها قاعد ويدعلي من شاربه يحموت ما حاجعت بس انا صدر ولت والزين مختاره يحموت شي للغلق جدرك طفت ناره ما عرف شى قول الله يسلمك أبو الأكبر ما عرف شى قول الله يسلمك ايو الله يبضل قاعد وانا يقوم أبوسك لا الله يسلمك يشهد الله هيا بوسك الله يسلمك محبة واحترام للشعر كله أشكرك أبو الأكبر بالله الكريم شكر أهنيك الله يسلمك والله وهني نفسي من كل قلبك الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله وصلنا للختام وصلنا للختام هذه كامرتك شون تقول للناس أنا أتمنى يعني هاي الحلقة إن شاء الله اليوم تسعدهم وأشكرك على الدعوة وأشكرك هذا الكادر الجميل وإن شاء الله خفيفين ضل عليكم جدا شكرا لك الله يسلمك إن شاء الله ورحمة أحبتنا يا مشاهدين قناة الأيام خلصنا الجزء الأول من حلقة اليوم وراح يجي الجزء الآخر بعد الفاصل مع شاعر من محافظة المثنى مهم أيضا ترقبوا إياي الحبيب أمير جدو أحبتنا مشاهدين قناة الأيام البارت الثاني أو المحطة الثانية مع المبدع السماوي أمير جدو حياك الله حيا الله أصلك أبو الأكبر شكرا لك على هذه الدعوة الكريمة ونسأل الله أن تكون حلقة موفرة يا أخي أنا حبيتك يعني عالفة رواد أنا متعليك أبو الأكبر أنا متعليك أنا متعليك لا والله الله شون هالسماوة الحمد لله بخير وعافية أعوز أشوفت وجهك الله يعزيك الله يرحم والديك يا أخي أنا هذه المحافظة ألها مكأنب قلبي يشهد الله ألها مكأنب قلبي أحبها ونكبر هي تموت عليك الله يسهل هو الحب ردد فعل أي لأن أنت تعب بأي بدينا في هذه الأمور اللطيفة الحب ردد فعل هذه تفاصيل جميلة الله يعزيك شون أخبارك الحمد لله خير وعافية للأمانة أنا قلت لك بالكواليس الله يعزيك أمير جدوع اسمه هو يتردد بمسامعك شرف هذا أبو الأكبر شرف الله الله يعزيك فأتمنى نستهل الحلقة مثل ما تحب الله يعزيك قصيدة من الوجدان نعم بس أعتنا لديك كل شيء لا كل شيء براحة كل شيء برتاحة الحمد لله وشكر الكادر الجميل هذا ما يخلي قيود أبن الله يخلي ألف الحمد لله وشكر قصيدة من الوجدان حزني الكل شبقاني حزني الكل شبقاني رتك بروح تجلب ما تطيح على النهر هد ما تشالي أولي يشتوقع ويعتبنك حزنك حزني الكل شبقاني بارتك بروح تجلب ما تطيح على النهر هد ما تشالي أولي يشتوقع ويعتبنك موش تدري زواغ عمية تشثر العيب وبوجه هايضي علماءου مختعبنك لم أروحك لا أروحك موش تدري موش تدري زواق عمية تشثر العيب وبوجه هايض يا علما مش تعبنك لم هروحك سير مائي سير مائي تعقب صافي لم هروحك سير مائي بلا يقيش يتعقب صافي أو كل نهر ينقاش مائي يصير دهنك أولاد قللي ابن آدم المطلوب ثار أو تصغر الدنيا على خوف ويزهق يداع لك قد مايك هداوي شباك صيف صيف وقول عذرك من تصد شموس تعرق عين شهلة أو كل شوارد كل شوارد تعرق عين شهلة أو كل شوارد كل شوارد ميلا وحده وينحش السكران قد له عذره حزن يا حبيبي الصبح كاغد بايق عجاج السحر وجعلين ولا تصد له لا تصد له صواب عايش كان خسف مقوار بالليا للجمر ينته ينته كان صواب العمي ويوجد جروحه بوجعها انسى وحسبها يا حزني ينته كان صواب العمي ويوجد جروحه بوجعها انسى وحسبها يا حزني الوجع كان مفيح لينا وتفقد ابن آدم في جعحة كافي بسك كثر خوفي ودرب طيف وادري اخذني على ثارة وتاكلمتون النذورة وقفت ياخت قميصي ودقدقت بسمار بيها وجامة لازم بلكت يشوفون صورة وأنا عرفك مو بخيت أنا عرفك مو بخيت وقفت ياخت قميصي ودقدقت بسمار بيها وجامة لازم بلكت يشوفون صورة وأنا عرفك مو بخيت أنا عرفك مو بخيت جابني جابني الخوف على بابك وانت حايت ناه بمحنة يا حزني كان صحت يمك دخيلة وأنا وبشيت وانت حزني يا حبيبي وانا بشيتانا واخيتك وانت ساكت دورت لك عذر مني عذر مني لا بد بطيفك دلالة طاحة حجول الزواج الموش للله كل حجل يفضح رسالك انت حزني انت حزني طاحة حجول الزواج الموش للله كل حجل يفضح رسالك انت حزني أو ناسنا ناسنا في ميزك بروحي أو شوقك حديه ثت روايح ياح جابل يسترح ديه ثت عطر أو حيطك كان التطيم أو صرت حنة وما حسب تتبوق نطروش المطر أو قان عانى بأمر ربك الله الله لوم الماء خالق عيسى كانوا بظهره ما كله بصليب وقوه صابر الله 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 لوم الماء خالق عيسى كانوا بظهره ما كله بصليب وقوه صابر كانوا منسي طولوا بديرة غريبة ومرجع لو لاي تتعير غريبة وحزني سبحان شمرقوه وابنتي مخدي وخد طين ونيشنون حثوروا بيه وسجلون آخر حرف بالتعيين بثني لحمون هجرك ثوبون مشدكين الثوبون مشدكين وفيك ولكبة الشرطي طوال مضموم صرح لا مضموم بوجوده مثالك شاعر انت مهم الله يرحم والديك أبو الأكبر الله شاعر مهم والنون شرف هذا لا زوجه عارف استفكرا كبير بالله يا عزيزك أبو لك شوان هذا مال الحجل؟ دورتلك عذر مني لا بدو بطيفك دلالة طاحت حجول الزواجي موش لله كل الحجل يفضح رسالة وانا وثوب مشققين الحمد لله وشكرا الحمد لله وشكرا شكرا لك ولك يا أخ أنت كبير لا استغفر الله ولك شاعر مهيم الله يعزك شرف الله شرف والله قصيدة مهمة الله يعزك يا أبو لك شرف الله أنت بي من متأثر؟ حقيقة حقيقة غير؟ أي قصيدة حلوة يا أبو لك شعر هو سبب البذرة لا 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 بداية البذرة بداية البذرة القصيدة الحلوة يا أبو لك بس علينا كنت أثر لا هذا جانب دبلوماسي والله مو دبلوماسي والحسين بداية القصيدة الحلوة يعني بداية حاليا أنك تأثر أي حاليا بيمن يعني من تعرف الشعر أكثر تلاقي شخصيا مثل عريان سيد خلق شخصيا كبيرة يا أبو الأكبر عظيمة يعني أتمنى أكون متأثر بيها لأن حتى أنا ما أدر أقول متأثر بيها لأن تأخذ مني جوز تأخذ مني لأن أعظيم أنت محترم الله يعزك أبو الأكبر واحترم بس يا أخي شعرك يعني انتقالات جميلة من مكان إلى مكان وبعدك محافظ على وحدة الموضوع الحمد لله اللقاء حلو الحمد لله هاي اللقاء عودت سويت له أعزان حتى يوم ربع ما أقرأت شي بس لتكسرت الروتين وياه وياه يعني قدعم الناس طلبك سير صاحبي الله يعزك شرف شرف يا أبو الأكبر ونيوالي الله يعزك إن شاء الله الله يسلمك شكرا الله الله يسلمك أحنا ما ريد أن نسولفه هواي أحكي لك بصراحة ريد أن نسمع بعض قصيدة يعني عضية اجتماعية يا أبو الأكبر المجتمع ينظر لها بغير صورة أنا ما علي بالفعل إن كان إيجابي أو كان سلبي شنون تتباوع الناس خاتباوع ما علي بعد الفعل هم ما يحددونه بس أكو نظرة تنوخذ عن هاي الأب اللي يتنهب بنته نعم إنه يكتلها شنو من قلب هذا كتلها شنون كتلها ليش يتشي كتلها هي صحيف على هذا الفعل هو بس مبروت يعني مو هو ما عنده قلب بس هاي بعد يعني لربما مجبر قصد مجبر فقصة اجتماعية من نسج الخيال هو يلابد ما موجودة بالواقع اليوم هاي القصة يا أبو الأكبر إنسان بمجتمع عشائري عند ابنية وحدة بس بس هاي اللي ابنية الله رزقها إليه الله رزقها إليه العفو اي فبس هاي اللي ابنية ويحبها أسهية إليه بتسأل اي المهم اي كان بين عشيرة وعشيرة ثانية كثارات وفصل وكتيل إلى أن بيتة انفقدت فهو كل ظنة أنه هي انخطفة ينتفد ويرجحها ينتفد شي لأن ما عنده ذرة شك ببتة نعم مرت الأيام والأشهر هو يدور عليها وما كو إلى أن غرا سنة رجعت لها بحظنها طفل فمن رجعت بحظنها طفل عرف بأن هي ناهبة وإن كان حاسب ينتفلوس ويرجحها هسنة رجعت لها بحظنها طفل فمن إجت يحش ويروحها ردتم خضر طفل محتار خافا سئل مريم خذا هالأشه بلو ربا حط النسل ويطيح مني الحشي ردتم خضر طفل محتار خافا سئل مريم خذا هالأشه بلو ربا حط النسل ويطيح مني الحشي طيحة حبوق النسل والراي الراي عقب الجرح بصبه ويبس ينشرق موسع فين سفعدل والراي الراي عقب الجرح بصبه ويبس ينشرق موسع فين سفعدل قلت لها قبلش كثر بالشرف يلتم شمل والقذل لقمة مقص لغفة بيد النذل الله ناظر ناظر أظل محترق بالملقى والشرف بالشرف قلت لها قبلش كثر بالشرف يلتم شمل والقذل لقمة مقص لغفة بيد النذل ناظر أظل محترق بالملقى والملقى مجمر غضى وشلون وفى النذر فوق الجماجم وارد ينشاف عذر اشترك جد من حديثة الأثر ينشاف بيد الفشل يا بنيتي قبل الكسر يا بنيتي وإحنا عرب ما نقتلع بالعذر الله يا بنيتي وإحنا عرب أحنا عرب ما نقتلع بالعذر كل ظني تعبي عبي تعبي عبي ما أدري تالا نحس بطينة لوجه الشذر وما بي وحمل بعض والتعب ما ينزع ثوب ويبس ع الجرح واردود دم ينهدر والقلب القلب لوحل سجل والشوق سحقت وغر والقاع ما شلبت بالمانة بيها جذر والقاع ما كلبت بالمانة بيها جذر كان للقلب بلب واهس بلب وانكسر وبساعة ينسنها والبلب البلب ينطر حرق له ع السواج النذر مشيتك بفي قلب أخضر وما محترق يا ريح ما حسبت يا ريح ما حسبت رقضت دخيل بمطر بمروز روح اندست يا ريح ما حسبت يا ريح ما حسبت الريح تلبس عبي بس من تمر على الخفت بي من لقيت الجرح بي من لقيت الجرح يا بني تطبع المري تطبع المري تاخذ وتطلعين وسجين عز للحقل وكسر الشرف سجين وحاجوس صار القلب أهمى وبعركة كتن والعرك عبر النهر والقنطرب من الطين رديتي مايج عكر يا ساجي من التعب شربت كانب قحط رديتي مايج رديتي مايج عكر يا ساجي من التعب الله يا ساجي من التعب شربت كانب قحط والماء فورت شعب جيتش تكمل العطش باثل يجيب الهو طار شباين الشلب كتلت زواق تسبح وزواق روح الذنب وسلام وتكاؤل نزار قباني يقول يقولون عننا انه شعر المرأة عند بيت هو يقول يقول الصمت في حرم الجمال كبير أبو الأكبر الله يعزك ممنون انت شعر مهم للأمانة ضروري الناس اللي تسمع شعر تنتبه لك والله العظيم ما أعرف اش قد بقعدنا وقت ناخذ فاصل ونكمل حديثنا عندو يوك شوال ففوال ورا الفاصل أحبتنا مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مع الفارس جدا أمير جدو الله عزيزي الله عزيزي حقيقهم الله عدنا وياكم أحبتنا وسادتنا مع الحبيبة مير جدو أحبتنا الله عزيزي مرتاح مرتاح الحمد لله ألف الحمد لله شكرا للأمان قصيدتك صعبة ما أعرف هي الصر ما أعرف زينا يعني ماكو مدارات للمتلقي أبو الأقبر عزيزي للأمان يقول إذا أردت أن تكون عالميا عليك أن تكون محليا صادق فأنا هاي بيأتي يعني ما اقتنع بهذا المثل إذا أي تحيي لبيئتك الله عزيزي الله يرحمه تحيي لبيئتك تحيي لك الله عزيزي هسونا نسافر بيا شراعة من شرعتك إلى السفينة وحدة هي الشعر الله عزيزي أبو الأكبر إلى كل الأصدقاء اللي تركون جرح بفقدهم بقلوبنا بقلوبنا أنت فاقت صديق صديق أنا أشوفه يمثل كل الناس يعني أنا أشوفه صورة إلى كل اللي يفقدي عدمان صباح الساعة دي فالقصيدة الله يرحمه الله يرحمه فأفرش الجروح بشليلك جيس دمه يا وجعبيه من فقدتك قلت تفروحي أنا كل شبات حصلية بيتش والله كريم بيتش والله كريم أفرش جروحي بشليلك جيس دمه يا وجعبيه القديم من فقدتك قمت وتفروحي لكن شبات حصلية بيتش والله كريم أنت حلمي أو شوفك بروحي اشتريته ليش نايموانا ما أقل فيزي حلم قدار حلم الشاعرات فيز شاعريته قود عيني قود عيني اللي ما يقود الطيف شوفه تكبر الظلمة بخياله يضيع المكتوب يلدمعك هلا وصوتك دلالة ليش كل ساعة قلت نفسها لحزني أينوك لو فكر مسانه وموش واحدة بوحدة تأسي جلد مكتوب الموادع ما يمض بيه اللي كان والدمع الدمع مراح مثلومة لبيدر ينعرف شتالة كيفة لا الموادع ما محس بوها مثني اللي يناموش ها يلحمو لعلمتنا ما يريدي وهم طيفة وكسرت المراي دمعتي وما ليشفي سيراق واحنا غشمة أنا وعيوني نفرز اللمعة الشذرة بهاق لا تروح احنا غشمة احنا غشمة أنا وعيوني نفرز اللمعة الشذرة بهاق لا تروح اشلون بيه وأنا شاعر قلبه شفة انفطر بيه القصايد كل جرح يصغر ماذا يفيض زايد وموت عرفة طمع قلبه جرح أكثر من شميلة ها تروح اشلون بيه شيلة التابوت سهلة وفرقة الميت فقيلة يخضر ومضمام عشق شيلة التابوت سهلة وفرقة الميت فقيلة يخضر ومضمام عشق من يصوفر خاف لا يسمى حطبة من فقدتك عاتبيته يخضر ومضمام عشق يخضر ومضمام عشق من يصوفر خاف لا يسمى حطبة من فقدتك عاتبيته يأكل زروح الرقيص الضامينك بغلى منك كان مضمامة قلايدي وانتك انت حزاز رقبة ومش قبحانة تعرفني دوم اقل للهور اقل للهور هاكي شفاي خذهل واطنقصبة اطنقصبة يا رفيجي شكذر باشي كبسكتي المام ربي القفز جنحة وراد يعلى ما يطلع جناح حسب لي ويا نيام مضمام الأخضر ربعك وعدلين كلهم ما إلك بالموت رفقة عادي خذني ما إلك بالموت رفقة عادي خذني عادي خذني نقاب وخيدك اللي نقاب وعلى الغريب زواق ينشب بنظنون يصير شوفك بلش منهم غاد تنعد بنظنون يصير شوفك بلش منهم غاد تنعد يا غسل يلعش فوقك يلعشوش تبان بالفي عالغسل وزره ومعافض ليلغاد ليلغاد وماكو فين شاف عدهم غاد وصفة تنقرب شارة مواقب وين رايح وين رايح وانت مو بدو تسافر مهل بدو امتاع ناسا يقدر يحمل وضحكته يل امتاعك عابك انت وتدر عابك على البعيد وان فروحي من تمر حمرة غروب تقول هذا جداد محطوطة لجرحة ومن يدور الخوف بيها تظلتاك الروح حبلة له الرحة ومو إلك يا صاحبي يا صاحبي التابو تدية هلي بيجو وقلنا سافر يل المتعبد عليهم هلي بس فوق الجناسي أولو عزت يا أخوية قلنا انت عاشد خاف حسباتك شبيرا هاك راسي السلامة يا حبي أصدق لي بعد بعد الله أعزك يا أخوية مرتبو إليك الله أعزك شرف والله شرف كل شوي موفق إن شاء الله الله أعزك توفق الجميع إن شاء الله شون مش على السماوة خبلوا ونبول أكبر كلهم ولا بأس يعني هان هاي المحافظة مختلطوا بي ياخدت فطري فطري كلش فطري لا والله ما تخبلوا فطري طضيك والله يقولوا لي يقولك ايه والله انت صاحب نكتة لا الصدق لا والله الصدق البخت والعباس ما عد نكتة اسماراته سويلي ما عد رسالة عدي أنا صحيح هايضو حكوم زيء سؤلف لي موقف ومضحك الناس موقف عسان أخوه ما عدري أبو الأكبر أول ما بديت شعر اي شنت هروح نلتم وين عدها الحسن البركي لمنو هاي اي فأنا شنت روح فأنا أبو الأكبر تايه عدها لا تايه ها اي شنت روح الى أن اسألوا ما أكل يدليتلي بواح وبمحل يدليني به الحسن البركي قمت روح لي يدليني ثاني مرة هم رحت له دلاني ثالث مرة قال لحمي التناصب حليه قلت ليه شي شي سويا قلت لحمي والله أنا تايه وقال مثل ما اندليتني اندل حسن البركي هذا موقف والله والله أحتي لك صدقي يعني مو اي والله مو نكفل لا بس دت عندك سوالة في ضخك وابخة يعني وابخة جدا هسه لخو ما عدري بس يوخي مبينة تركيبة مبينة والله أزاكم الأكبر الانسان المؤثر بحياتك شعريا اليوم من السماوة شعريا يعني تحس داعم إليك وبالأكبر كلهم والله مو مجاملة مو حسبة لك جاملة من الناس اللي راح تفرح بحلقتك يعني شعراء السماوة بقدم ويفرحون بحلقتي بتشح تلكيه الصدق مو مجامل كلهم زي خلنا عرفوا شقدم ما قرأت فرح واي بعد ما طلعت خابرات خالاتي قلت وي عالي المنصوري طلع عوسي قمون الدور هما ما مقتنعين بيه مني جابوي قلت لها أبو يا ساوي وي عالي المنصوري بعشي تريد قال لا هيتشي هاي لا 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 ما يفترون بيه ابنكم شاعر مهم الله عزك والله العظيم ابو يا بعد شدك بوس الإيد الحجية لا لا نحات يا ابو ابو يا بعد شدك شون علاقتك بالشعراء اللي خارج السماوة الحمدلله وشكر طيبة ها عندك علاقات عند علاقات بس ما مو كبيرة يعني أنا بتوني بداياتي شلون شلون وضعك ويا الحبيبة ويا الحبيبة اي راح تقلي مو أنكو حبيبة ما أدري هي يمكن ممكن أكو بس من المخيلة يا أبو لك لا حبيبة على أرض الواقع مشتاقليت شلون إيش أخبار إيش ما فقدتيني ما سيلتي علي ما والله ما أدري ما ما أدو لكم يعني هيتشي الهيتشي شنو ما جايفتهم يعني ما أدو حبيبة يجو زينا أصدقائها يتشي رسوا زي المشاعرك كوين توديهم ما ما قوله ما حبيته ولكمرة أحب برشلونة تحب برشلونة اي والله مثل حبيبة يا أخي ما قلت لك حشاش لا والزهرة صديقة حتي لك يا أخي ما قلت لك حشاش ها والله العظيم والله مو حشاش احتي الصديقانة بس تشوف لا تقلت أحلم بيه سواء التماثيل لا مو أحلم بس يعني أحبهم لا أحلم ملتقي بيه وما أحلم وشعرهم يعني أنا من يفوزون اليوم كاتب على برشلونة والله يجوز خلت نقر على برشلونة عليك الله عليك الله هس راح تقل لي بعيدا عني الشعر وكذا من باب الطرفة هي أبو لاكبر كل الجروح يعني من ضمن لدي برشلونة هم جرح أنا بنسمك عليه لا والله اي والله هذا المستوى destinorer كل الجروح من ضمنهن فيا يعني قصيدة تشمل كل هاي الجروح لا أريض أي شي يعني بيها كلش برشلونة يعني ما بيها ما بيها دم ما عندك ممي شي؟ مله 100% يعني برشلونة جرح اي والله نüzمن الجروح اي هم جرح هي اي اي أبو لاكبر اي و الضوجه و كذا ذا خسره احنا من اكبر عائلتنا كلها اذا فازوا برشلونا ما نطلع للشغل فرحاني خسره برشلونا ما نطلع للشغل نموت من الجوع بس على الفرح ضال لين ايه بالله و حتى من خسره ما نطلع باجي يعني اذا لعبة برشلونا احنا باشر ما نطلع باشر ما نطلع الحمد لله و شكره بلا كبر والله جاء احتي لك صديق بس ما ادري التوجود ما اصدق لا انا اصدق بالمشاعر بس قصدي يعني انا مثلا مثلا شايف واحد يقول يقول انا من تزعى الحبيبتي انه انا مثلا اصوم حتى من الحج ما لاقيت هيتش حبيبي انا تستحق انه انا اصوم من الحج لقيت برشلونا تستحق نسمة تستحق ها خلنطلع من هذا الجو انا ما ردت تنحسب القصيدة على برشلونا ايه لا لا مو على برشلونا تفهمي خلناخل قصيدة هذا مقطع هذا مقطع هواي راح الناس الداوله يحوى هذا المقطع معن برشلونا هواي راح الناس الداوله ما متقصد يا ابو الأكبر واضح ايه ابو الأكبر يعني انا اكتب القصيدة يعني اعوذي بالله من كلمتانة بس بهدف سامي وعظيم يعني ما اشوف برشلونا هدف سامي وعظيم احنا نسبع عن هذاها نقترا السطر باللاشة بالجديد وامتانين شتتنا الصبر عقا تسحقنا الميالي بغيب وتدوس الجدم ينتم شتاة الطيب ومتانين تانين خلق فحطان يلهثوا بحمادة وشوقكم تموز وطوارشكم سواجة طيوف مرنا بحظن هلقية برادة من دمعنا حروز نفحط والكوار يزيد نتصبر يلن ندري الخلق شيال نهبت من خلقنا النوق ننطركم زرع رايحان يلن ندري يلن ندري الخلق شيال نهبت من خلقنا النوق ننطركم زرع رايحان فوق المروز يسحقنا نريدي يحوش وانتان زرع مسعوب الرسايل الرسايل لو ملح تدي نحطها جداد لان جروح ما تعزها وواحد مغشي معيون وكعينا على صفصافة حملها تراب ويهزة هذو لحنا هذو لحنا تانينا رمد وديرها كلها عيون دوم وكل جف المفروض شجرة بطارة في الصوبين ورخيصة سعرها الحيل ويداعي على حقها شون تموت الاهذا خاوت شفايف افهم ان الطين ومتانين الطير البلسمة مجنة اذا يسمع حجز انجار واصل للقفص يزعل وهذول انتم سجنتون حديد بماي ينشال الجري بشوف والفروض بالمضمون مايندل وغش محنا غش محنا هذول احنا سجنتونا حديد بماي ينشال الجري بشوف والفروض بالمضمون مايندل وغش محنا علقنا اشقنا قبال غيمة صيف نيشان الغشين يعقل متل الصوت ونناشد ما عطشتونا وكل عطشان يدري البلم وليعطش وشدروحه ويدور الموت فيعيطة نخل تشمده بنمتدع الدرب كله واذا مريتو لا تجزونا ووصيحو سعف بينا يسود الشوف تشاشنا لتحن يومي عكس باقي السعف جذلي وبالملاقه بالالملاقه نوص الشوف ننص الشوف لا يتعب نماشيكم نخل ننزع كربنا ونلبس الدخان غش محنا واخدنا الراي تشاشفناها ما تنشد العمية تحسجا هالليل من يبرد حت الشبات والبيبان لتحن طحن عرق حمان من ينشفنا خلا ثار من قبصان لو رديتو تلقونا لو رديتو تلقونا حطب مكتول فصل ارماد والفجار ما مندون قام من الطلابة براحت وأبيض وجه الدخان شناكم شناكم حرز شذاب والوادم يعيرونا صبغ ما شوف وجه زنجار من يوقع يردلونك يا روج شو وصلك ينبل من المعابر يا ما تدريش قلبك بوجه دافة ونضحك والجرح يدي القط الناعم وخشنة شوفنا الدافة تنيناكم شبيب الفين لكن شي بلاح وجوه المراهر نبت سبعين ومتانين من نشتاق ننفي الشكل خياله بطيار هلبت جايسي خياله بتشفيكم هذول احنا جديد جدم 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 نتعوب تانينا يعثر بنا درب حيكم تعالوا وصيح نتلقاك ودجها يا ما يومينا قبل الذبح ترضى الموت عطشانين ومتانين بسلام تكارين الله الله أعزك ألف تحية مبدع ومهم الله أرحمه والدك شكرا للسماوة شكرا لك أول أكبر الله أعزك وصلنا للختام هذه الكاميرا تقول للناس شنو تحب تقولها إن شاء الله كنا خفيفين نظل عليكم ونسأل الله التوفيق لجميع موفق إن شاء الله أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وصلنا إياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم انتظرونا بحلقات جديدة في أمان الله أخوكم على المنصور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة